اشتركوا في القناة هذه البطولة التي كانت بطولة كبيرة بجميع المقاييس لأن العدد التي كانت شارك فيها هو مياه فوق الألف ويقدر في السنة الأولى العالمية ونحن نتفاجأ بالمستوى اللاعب التي كانت بطولة دولية عالمية كانت بطولة عالمية قوية بزف كانوا أكثر من ألف واحد لمشارك ليس سهل تجيب ميدالية مع العدد بزف الحمد لله فرضنا الوجود دينا في مصر واحتلنا على ثلاثة ميداليات هذا شيء هذا ما يمشيش عن فارغ يمشيش عن ترى بوسط كتار في جامعة الملكية المغربية الكاراتي في الصنط ناسيونال العناصر الوطنية وقعت على نتائج طيبة بعد انتزاعها ثلاث ميداليات ذهبية واحدة وميداليتين برونزيتين ففي صنف التباريذ كور أو ما يصطلح عليه بالكوميتي ظفر أنت العالمي بذهبية وزن أقل من 67 كيلوغرام ونالت فاطمة الزهراء الشجعي برونزية أقل من 61 كيلوغرام لدى الإنات فيما انتزعت آيان صيري برونزية صنف الكاطة الحمد لله دازة البطولة جد ممتازة لا في التنظيم لا في المستوى للعب من شاء الله كانوا أبطال العالم وكانوا أبطال دوليين ما كانش سالس بالبطولة والميزان ديالي كان كي تعدى المئة شخص في الميزان الحمد لله قدرت نجاوز عدة مراحل وعددة مبارايات قدرت نتأهل للنهائي الحمد لله ربي كرمنيتا في النهائي وقدرت نحضرز على الميداليات الذهبية الحمد لله قدرت نحصل على الرتبة الثالثة في الدورة الممتاز التي تقام بالقاهرة والحمد لله هذه الميدالية البرونزية لم تأتيش عن فراغ ولكن تأتيت من واحدة لتأتي بشكر الجامعة تحت رئاسة سيد محمد المختابي لقاء المجهودات التي يدير معنا طبعا في الحال كنت نحصل على الميداليات الذهبية ساعة ما وفق شلاخ سرس في الدمي فينال كنت أوكرانيين البطلة كانت في المستوى كانت تنظيم في المستوى نفو كان نفو انترنسيونال والحمد لله لا أفق نحصل على الميداليات الذهبية وعودها بالبرونزية الدوري العالمي للكاراطي في ألف تبرى محطة تحضيرية لقادم الاستحقاقات القرية والدولية المقبلة أبرزها ألعاب البحر الأبيض المتوسط المرتقب تنظيمها بمدينة هران الجزائرية من الخامس والعشرين يونيو إلى غاية الخامس من يوليوز المقبل ترجمة نانسي قنقر شكرا